تبع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك من خلال تقرير مفصل عده الدكتور تارق الرفاعي مدير المنظومة وعرب مدبولي عن تقديره لجهود منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعتها الدؤوبة لشكاوى واستغاثات المواطنين والعمل على حلها بكل السبل المتاحة بالتنصيق مع جميع الجهات الحكومية مشددا على استمرارية التعامل الجاد والفعال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر المنظومة وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجتها لخدمة المواطنين فيما أكد الرفاعي أن المنظومة رصدت 170 ألف شكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر المنقضي من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات موضحا أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم توجيه 142 ألف شكاوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 24 ألف شكوى وجاري استكمال مراجعة واستفاء بيانات 4000 شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر